السلام عليكم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي وحتى إيران يراقبون كل صغيرة وكبيرة في الانتخابات العراقية وما ممكن أن ينتج عنها يوم غد في التصويت العام والأسوشيتيت برس هي التي اهتمت في هذا الموضوع اليوم بتفاصيل هذه الأمور والرقابة الدولية العالية على ممكن أن يجري يوم غد طبعا وهناك أسباب لهذا الموضوع كون أن الانتخابات نفسها تبدو أفضل نوعا ما من وجهة نظر المجتمع الدولي من عدة نواحي مقارنة بما حدث في عام 2018 خاصة من ناحية قانون الانتخابات اللي تحول الآن إلى بدل من أن يكون 18 دائرة انتخابية أصبح 83 دائرة انتخابية ينطي فرصة كبيرة جدا للمستقلين ولي الخلاص من الأحزاب التي عانى معانا منها العراق وحتى على مستوى المجتمع الدولي في طبيعة الانتفاقيات منذ عام 2003 حتى يومنا هذا بالإضافة إلى ذلك أنه هناك رقابة دولية جيدة جدا يعني هناك 600 مراقب دولي في هذه الانتخابات بما فيهم 150 مراقب من الأمم المتحدة وكذلك أن البطاقات البايومترية المستخدمة في هذه الانتخابات بعدما الناخب يصوت ستعطل لمدة 72 ساعة وذلك لسبب مهم جدا أنه تمنع عملية التصويت المزدوج وهذه طبعا تعتبر كلها جهود كبيرة جدا تجرى من حقيقة الحكومة العراقية ومن المجتمع الدولي ومن مراقبين وهذه الإجراءات كلها من أجل منع عملية أي تزوير كما اعتدنا في كل انتخابات محاولة للتفادي هذا الأمر ولكن قضية شراء الذمم وقضية الترهيب وغيرها أمور لا يمكن السيطر عليها وكذلك أن التزوير لا زال سيناريو موجود رغم كل هذه الجهود الآن بالنسبة للعالم ما الذي يجري الولايات المتحدة الأمريكية هي تراقب ما الذي سيحدث مع الفصائل الموالية لإيران والتي تمتلك الآن حركات سياسية موجودة وسياسيين هم ينافسون في هذه الانتخابات يريدوني شوفون إش قد رح يحققون من نتائج في البرلمان العراقي وإش قد رح تستفاد إيران من هذا الموضوع وكذلك على الجهة الأخرى إيران أيضا تراقب ما الذي سيحدث وأداء السياسيين اللي هما عندهم ميول غربية ميول للولايات المتحدة الأمريكية ميول لأوروبا كيف سيكون أداءهم في هذه الانتخابات كل هذه رح تلعب أدوار في طبيعة الحكومة أصلا التي ستنتج من كل ذلك وهذه طبعا يعني يجب أن ننتبه أن هناك أمر مهم جدا في هذه الانتخابات تصير مقارنة في عام 2018 أن الولايات المتحدة الأمريكية هذه المرة تحت إدارة بايدن نوعا ما تنسحب من الشرق الأوسط العلاقة نوعا ما مجمدة مع السعودية سحبوا المنظومات الدفاعية واضح ليس لديهم رغبة في التركيز على الشرق الأوسط وهذا طبعا ما سمح للسعودية هذه المرة ولأول مرة أن تتقارب مع النظام الإيراني والعراق استغل هذا الموضوع ولعب وساطة في هذه القضية وهذه المحادثات بين السعودية وبين إيران وكذلك فتحت فرصة للعراق أن يبتعد نوعا ما من طبيعة الأخذ بالتسليح الأمريكي وبالتسليح الإيراني وغيرها وتوجهت حكومة السيد الكاظمي في هذه الفترة إلى تركيا من أجل أخذ عتاد وسلاح وحتى على مستوى الدرونز اللي هي الـ TB2 التركية طبعا هذه TB2 تركية يجب أن ننتبه بأن هذه طائرة مسيرة مهمة جدا ومفيدة وفعالة إلى درجة أن أوكرانيا أيضا تبحث عن عملية شراء هذه الطائرات من تركيا وهذا طبعا يعني يأتي لأسباب بالنسبة للعراق لماذا؟ العراق دي توجه هذا التوجه إلى تركيا لأن طائرات الـ F-16 في العراق تواجه مشكلة كبيرة جدا بعد استهداف الموليشيات الموالية لإيران لقاعدة بلد بشكل مستمر جعل شركة لوكهيد مارتين أن تنسحب هناك طائرات للـ F-16 متوقفة تماما الولايات المتحدة الأمريكية يعني لا زالت تنتظر ما الذي ممكن أن يحدث وهذا طبعا إنذار بالنسبة للعراق أن طائرات الـ F-16 توقفها مشكلة خطيرة خاصة وأن نهاية العام القادم ستكون عبارة عن تغير كبير جدا في وضعية الولايات المتحدة الأمريكية وقوات الأمريكية ستتحول من قوات قتالية إلى قوات استشارية لن تكون لديها مشاركة قتالية معناتها ضعف الجو في ظل طائرات الـ F-16 ولذلك العراق تيتوجه إلى هذه الطائرات المسيرة التركية ولكن أيضا هذه تفتح باب ومشكلة أخرى على العراق كون أن تركيا يعني هي مغضوب عليها من الولايات المتحدة الأمريكية بعد توجه تركيا لشراء المنظومات الدفاعية الـ S-400 ونالك عقوبات وغيرها وتشنجات كذلك أن العراق أيضا هناك حديث عن الـ S-400 والـ S-300 ورغبته بشراء هذه المنظومات الدفاعية فتوجه إلى الطائرات المسيرة وغيرها من عمليات التسليح من تركيا قد تفتح مشكلة للعراق مع الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك أن هذه الطائرات المسيرة اندخلت إلى العراق وتمكن العراق من تحقيق هذه الصفقة ستفتح أيضا للميليشيات الموالية لإيران أن تطلع على التكنولوجيا التركية في الطائرات المسيرة وما تزيد من قواتها في المنطقة وهيمنتها وممكن أن تستمر في استهداف الولايات المتحدة الأمريكية من الأراضي العراقية لكن هذه الصفقة التي بدأ بها السيد مصطفى الكاظمي وحكومة السيد مصطفى الكاظمي على التسليح التركي هي لم تذهب لشراء فقط الأسلحة وإنما أتت للمقاعدة مع تركيا بأمور مهمة جدا شوف المونيتور شون اللي كشفتها على هذا الموضوع يوم وأمس طالب العراقيون مقابل المشتريات العسكرية زيادة معدلات التدفق في نهري دجلة والفرات التي تنبع من تركيا وتتدفق نزولا إلى سوريا والعراق وانسحاب القوات التركية من قاعدة بعشيقة القريبة من الموصل تحقيق أي شيء على مستوى السياسة الداخلية في هذا الأمر يعتبر مهم ومهم للغاية وهذه هنا تأتي النقطة المهمة في طبيعة النتائج للانتخابات وطبيعة الحكومة التي ستأتي الصفقة تبدو مناسبة للعراق ومناسبة للكثير من الأطراف الموجودة في العراق في ظل حكومة السيد مصطفى الكاظمي حاليا هذه طبعا لا زالت هناك قلق كبير جدا من طبيعة المشاركة بالنسبة للانتخابات يوم غد هناك ناس رح تشارك وهذه الناس رح تشارك عبارة عن صنفين صنف من جماهير الأحزاب وصنف آخر بحسب The National News التي اهتمت في هذا الموضوع وراحت إلى البصرة الصنف الآخر هو الذي يهدف أنه يصوت للمستقلين حتى المستقلين تكون لهم وطأة قدم في البرلمان العراقي لأول مرة لأن الفرصة صارت جيدة مع قانون الانتخاب الجديد ولا أطراف المقاطعة هي مقاطعة لسبب مهم جدا أنه لن يكون هناك الكثير من التغييرات والمجموعة المستقلة للأبحاث نزلت قضية متعلقة في المقاطعين وسوت استبيان كامل جدا ودراسة كاملة على كل المكونات العراقية على الأقل المكونات الرئيسية والمهمة وهي طبعا المكون الشيعي والسني والأكراد وأخذت المجموع وعلى هذا الأساس انسألوا ثلاثة أسئلة مساهمة الانتخابات في تحسين الأوضاع هل تعتقد أن المساهمة في الانتخابات والمشاركة ستحسن الأوضاع؟ طبعا إجا المجموع من كل المكونات بنسبة ثلاثة وستين فاصلة أربعة بالمية هم يعتقدون أنه الأوضاع لن تتحسن ليس هذا فحسب بل أنه رح تصير اضطرابات وشوف المثير في الموضوع أن المكون الشيعي هنا هو الأعلى على مستوى التصويت والقول بأن نتائج الانتخابات ستؤدي إلى اضطرابات بعد من نشوف النتائج مالته وبعد نشوف شنو اللي رح يصير يوم غد وبالتالي هم يعتقدون خمسة وسبعين فاصلة أربعة بالمية هم يعتقدون أن هناك اضطرابات وأيضا يعتقدون بأنه ستكون هناك أيضا حراك شعبي عودة التظاهرات من جديد بشكل كبير بعدما سينتج من هذه الانتخابات هذه هي طبعا الدراسات التي نتجت ويجب أيضا أن ننتبه وأن نتذكر أنه من الـ 2005 كانت هناك نسبة مشاركة عالية جدا ولكن انخفضت وانخفضت وانخفضت إلى أن وصلنا إلى 2018 ووصلنا في 2018 إلى نتيجة بأن الانتخابات بحسب تقارير تتحدث بأنها كانت 20% إلى 18% في إخفاق هائل جدا لما جرى في 2018 وسنرى ما الذي سيحدث بالتأكيد يوم غد وكيف ستكون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر